تستضيف مصر في الثالث عشر من يونيو الجاري مؤتمر قمة دول جوار السودان ويبحث المؤتمر سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية وبتنصيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن استضافة مصر للمؤتمر تأتي في ظل الأزمة الراهنة في السودان وحرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها وكذا الحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل ترجمة نانسي قنقر